السلام عليكم كيف ديري اللي بس عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن احوال وفصاحة جيدة ان شاء الله معكم حسناء من قناة حسناء الشافعي مرحبا بكم في فيديو ديال اليوم ان شاء الله نحضر مع بعديتنا الخبز ديال الدار كيجي بحل ديال الي باتي صغي وكيجي زوين وكيجي منوع في المنضر دياله وكيجي وخفاف وورطبين وبمقادر عاديين غير بالطقيق غير بالطقيق ديال القمح والفورس نقدروا استعملوا في العراضات كي يحمل لكم وجه ديالكم قدام الضياف يعني شي حاجة ليزوينا تقدروا استعملوا واحد في صندويج أو في الفطور او في شينوزها ومن طبيعة الحال يقع الحاجة اللي كنديروها في الدار كنحضروها كتكون زوينة ما نطورش عليكم ومقادر شهيفيكم نمشو لنوجدوه مع بعديتنا او بالنسبة للمكونات هنا عندي نس كيلو ديال الدقيق البيض يعني الفورس وغادي نحتاجو كدالك الدقيق القمح الكامل يعني الدقيق ديال الزرع اهنا ينا محيدة منو النخالة مغرب لمنو دك النخالة الغليدة غادي ندفع لهم جوج معالق ديال السكر سانيدة هنا انا بالنسبة للسانيدة لما كنديرش سانيدة في الخبز العادي ديالي ديال دائما هنا غير فاش كتكون عندي شي عراضة او العيد او شي مناسبة كنحاولو ندير ودك الجمعي القاتس باش كي يجي الخبز محامر وصافي ممكن هنا قاعد لابطي استغنيع لي استغنيع لي كندف معلقة كبيرة عامرة ديال الخميرة وجمعالق ديال الزيت العادية باش كتجي نرتبة وشوية ديال منيق وصافي هنا هذي مدين جمع العجينة ديالي بسم الله على بركة الله هنا اول حاجة كندو بدك السكار مع الخميرة بالما يكون دافي من طبيعة الحال حتى كيتفاعلو هنا بالنسبة لما ما كنديروش سخون بزيف وما كنديروش عتاني بارد مهم يكون دافي مهم ما يكونش فاتك درجة الغاليان وفي درجة اللي ما القدرش نخشو فيه يدينا حتى جلا مشينا حتى حتى درنا لما يكون سخون راهدو كليفة ديال الخميرة مغادوش شعطيه منيقو في الخبز وكيجي الخبز ديالنا کیجي بحالي فطير وكيجي مدقص عرسي باش دلكي نيت الخبز ودتعد بيعلي ودلك يامد دلك ويجيك في طير حتى دايجة انا وقعتلي يا راه همين لمالي كيكون سخون هو الي كيدر الخبز بحالها كده المهم صافي هنا بديس كنجمع لجينة ديالي وغادي يمدن دلكها مزيان كبد الرشاها كبل ما بشوية بشوية كيما كتشوفوا انا كندلكها هنا ممكن تعجنوها تفلع الجانة ديالكم يعني راه نفس طريقة احتها هي اي باش الجينة مهوية وجينة خفيفة كنبقاها كنتخلمة بشوية بشوية وانا كندلك محدنا احنا كنتلقوها بالماء وكندلكوها وهي كتلق ديك ديك نشا ديالها وكتولي العجينة رطبة حتى القوام ديالها كتولي كتحسي بي راه خفيف وما كيلسقش لك في الدك وفي نفس الوقت سراها مرخوف الماء مجردنا بشوية كثيرا ومن بعد مكن سالي هنا كما كتشوفوا رها مدلو كنزية العجينة ديالي غادي نجمعها وغتي نغطيها هكذا بشي ايناء او بشي بلاستيك وسوف يمكن خليوها تخمر مدة تقريبا 30 دقيقة يعني نصف ساعة وغتي رجع لها ثلاثة دقيقة ثلاثة دقيقة نضعف الحجم نحاول ندقاجها ونخرج من هذا الهواء نجمع على تشكل هذا نزلها على سطح العمل نرشيته بشوية دقيق نقطعها على أربعة لنقذبها أربعة الأنواع الخبز ثلاثة المهم على حسب الشكلة وحسب الحجم نحن نحاول نكوورهم نضيقهم نضيفهم نقذبها سوف نضيفهم نقذبهم ثلاثة دقائق 10 دقائق عملا ونضيفهم ثلاثة دقيقة نشكل فيها بالنسبة للشكل الأول كما تشوفوا معي هنا قرصوا على هذا الشكل نحاول نعطيه شكل مستطيل بحال هكذا ونطوي فيه بحل طوية المسمن طوية الأولى ونضيف فوق منه الطوية الثانية بحل الشكل المسمن تماما ونقذ ونقلبه على الجهة الأخرى يمسنا أيضا فأناك الماء تضيف الحقوة بالنسبة لذلك ومن الماء أن نضيف الضغط ونزن بجلد حينما يتمين تسلو التنصير ونزن الوحوط وننقلبه ونقضو بجلد ونقضعه المسمن كم نزيل الوحوط سوف نضع في صانية الفور اللي فرشت لها بابي كويسون ونكملهم ونزور الشكل وهنا سيبدأ نشكل الشكل ثاني سيكون لشكل خبيزات صغيرين كي يأتيوا محيطين وزمينين في المنظر سوف نقطعها قطاع يكون صغر على هاد الشكل هادا كيما كتشوفو ونقورهم كنشكل بهم كويرات هناك رشو سطح العمل بطقيقة باش ما تلسقش لنا العجينة وصافهم البعد ما غادي نكملهم غادي نخليهم يرتاحوا جانبا على ما نقدو الشكل الثالث بالنسبة للشكل الثالث غادي يكون عدنا على شكل ميني باكت خديث هنا قطعة العجينة ونحاولو نقطعوها تكون متساوية كم دا كنا ناخد هنا كل قطعة من هاد العجينة وكن نبسطها غير هكا باليد يالي غير بشوية ماشي بزف وكم دا نشكل بها كوميرات بها تشكل هادا طريقة واضحة في الفيديو يعني كن بقلويها كن نبسطها هكا غير شوية بيد هنه يضروري رشو سطح العمل بالتقيق باش ما تلسقش لنا لانها مرخوفة كما قلت لكم كن بسطغير شوي كن الف 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 اللولة واللفة التانية صافي على هاد الشكل وكن ننزلها يعني طريقة سهلة وواضحة سافي هنا غادي نخليهم يرتاحوا جانبا وكرا رجع لهاد الخبيزات بالتقيق بشكل اكيد شفو معي كن بسطغير فقيد ديالي غرب شوية وكن دهل وجه دياله بالماء وكن نزينها بالجنجلان هنا يا عندي ثلاثة ستلخبيزات صغيرين ثلاثة غادي نزينهم بالجنجلال بها الطريقة وثلاثة الاخرين غادي نبسطهم بنفس الطريقة وغادي ندهل وجه ديالهم بالماء حتى هما اوه نزينهم بالنافع حتى هو كيعطي نضيف الخبز نجد الكوميرات نضيفه 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 و يضيفه نضيفه 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 سوف تكون على شكل خبيزات تحتهما كيجو غزالين كيجو زوينين خبيزات صغيرين كم قطة العجينة ديالي تكون متساوية باش كيجو مقدم في قياس واحد هنا الحجم ديال الخبيزات على حسب كل واحد وشنو كيبغي لابغيتو هم يجوكم بحال ديالي باتي صغير ويجوكم شكل ديالهم زوين غادي تديروهم بحال هاكذا صغيرين كيجو شكل ديالهم زوين وكيجو هاداك هناك نحاول نكورهم دائما كرشوا سطح العمل بالدقيق باش ما تلصق شنينة لاجينة سوف يمن بعد ما غادي نكملهم هنخليهم ارتاحوا واحد شوية عد غادي نرجع ليهم عندي هنا خالة كنت تغربت الدقيق باش فاش بغيت ناجد حتى فتبادة كان خالة لي كتكون غليظة هي اللي غادي نفل ندفها هاد الخبيزات ديالي ممكن تديرو حتلب البولة حتى هي راكت جزمينا كما كتشوفو كنبسطهم غير فوق اليد ديالي غير بشوية مهم حاولو ما تقرسوهم كثيرا بشوية يجوكم الخبيزات عاليون ويجوكم زوينين في المنظر وكيجو عامرين عاطين للمنظر سافي هنيا كان بقاند هلوجه ديالهم بالماء وكان فندهم في النخالة على هاد شكل هادا كما كتشوفو غادي نستمر حتى غادي نكملهم هنا عندي سانية انا ديال فورن فرشل البابي كويسون كنحطون فيها ممكن تدهنوا غير بالزيت او ترشون خالة فوق مننا ما كتلسقش لنا العجينة سافي هنا كتاخدو لام او كتاخدو موسيقون ماضي وغادي نبدون شرطو الخبيزات هادو اللي فيهم جنجلان ونافع غادي نديرو فيهم جوش شرطات حاولو هنا فاش قطعو غرقو تقطيعو باش جبن دك تقطيعو فاش يخمر الخبز وبالنسبة لي ميني باقيت كان شرطو ثلاثة ديال الشريطات بحال هاكدا وهادو ديال نخالة غادي ندير فيهم كروع لهاد شكل نونك عنايا بالنسبة لي ميني باقيت كان دهل وجه ديالهم بالماء لهاد شكل هادا وكان زينهم كنرشع ليهم شوية ديال تقاق فورس سافي هنا كنخليو الخبز ديالنا كيخمر هنا في الخمراء الثانية ضغياء كيخمر لنا حتى جديجا خمر لنا في الخمراء اللولى كنغطيوهم وبنسبة هنا الفرران كنشعلوه قبل تيسخون مزيان عاد كنخلو الخبز ديالنا يطيب وهذه هي النتيجة من بعد ما طعب كيجي محمر وكيجي زوين وكيجي في المنظر ديالو محدق وكيجي رطب وخفيف كنتمنى فعلا انكم تجربوه طريقة طبعا سهلة بالزفزف وبسيطة وكنتمنى انكم اينا الاعجاب ديالكم لاعجبكم الفيديو ديالي ديال اليوم شجعوني بلايك ديالكم وشاركوا معي في قناة ديالي وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد الوصفاتي اكيد قد نقطع معكم تشوفوا الشكل ديالو من الداخل كما كتشوفوا كيجي كتجي البابة ديالو خفيفة وكيجي رطب ورائع رائع بزاف وكذلك بنين ان شاء الله تكلوه بصحة والراحة والسلامة وراحة البن ومع السلامة الى فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة